اشتركوا في القناة لأكتر من سبب الحقيقة بشوف التسعين دقيقة دول في منتهى 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 الأهمية ولأسباب كتير أولهم طبعا التلاتة بونت لأن التلاتة بونت النهاردة يخلونا نقرب بشكل كبير جدا من الصدارة اللي ما زالت حتى اللحظة في انتظارنا بأيدينا مش بأيدي الآخرين وبالتالي النهاردة نركب مركز تاني إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرامنا ووفقنا في مطش النهاردة نركب مركز تاني وننزل بيرامدز وهيبقى لسه عندنا مطشين لأنه حتى اللحظة دي بيرامدز في مركز تاني برسيد خمسين نقطة الأهلي في مركز تالي برسيد تمانية أربعين نقطة نهاردة إن شاء الله تكسب بيرامدز توصل واحد وخمسين يبقى مركز تاني وعندك لسه مطشين معجلين تواصل بهم ومتضغط على الزمالك المتصدر المتصدر بإذن الله مؤقتا لكن هل ده الهدف الوحيد؟ لا الحقيقة ماكسب بيرامدز بالنسبة للجمهير نادي الأهلي هدف في حد ذاته بصرف النظر عن الرصيد وبصرف النظر عن الترتيب فرقة بيرامدز واحدة من الفرق اللي بتلعب كرة محترمة سكواد بنوه في خلال فترة أو ليلة جدا لكن تقدر تقول إنه واحدة من الفرق أو من القوى العظمى في الكرة في مصر صحيح فريق ما عندوش تاريخ فريق ما عندوش رصيد من البطولات لكن متقدرش تنكر إنه واحد من الفرق اللي بتلعب كرة محترمة وبتنافس على الأقل أو بتضيق على الأقل قطباي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبالتالي مباراة إلى أهلي وبيرامدز استدر تقول كده إنها احتلت مش عارف أقول للأسف ولا الحسن الحظ لا هو للأسف الحقيقي احتلت كده المكان اللي كان محتلها نادي الإسماعيلي في فترة من فترات يعني فترة من فترات كان الإسماعيلي دايما هو اضلع التالت في الكرة المصرية طبعا يعني شئت أمقابيت فقدان الإسماعيلي اللي مكانته أضر بشكل كبير جدا بالكرة في مصر بصرف النظر أنت بتحب الدرويش ولا ما بتحبهمش بتحب كورتهم ولا ما بتحباش بتشجعهم ولا ما بتشجعهمش دي قصة وقصة المنافسة في الدوري وحلوة الدوري والأندية الشعبية اللي عندها جمهور كرة يعني بيرامدز بكل النجوم اللي بيضمهم تعال نشوف الخيمة التسويقية ليه قد إيه ورغم كده مش قادر يحقق بطولة لأنه عنده غياب لضلع أصيل ضلع الجماهير جماهير الكرة لعشقة الآيفة ليه وللتدعمه وبتقف في ظهره وبتزقه وبتضغط عليه في وقت الملقواة ترجمة نانسي قنقر